اهلا بكم اهلا وسهلا اليوم هنقدم مجموعة جميلة من مختلف الولايات من الولايات المتحدة الامريكية وايضا بعض الدول العربية وهنشوف خبرتهم في الدراسة في هذا الكورس بداية من الولايات المتحدة الامريكية معايا مادام كاترين اهلا بك مادام مادام انت ماذا الاستفادة من هذا الكورس يعني انتخبتي دراسة هنا في امريكا ولا تفضلي مادام الحقيقة انا اول ما جيت اللغة عندي طبعا ضعيفة زي معظم المصريين وقدمت ان انا اروح اماري ان انا طبع الحكومة يعني اروح من المكان وحاست ان ما فيش استفادة يعني بالقدر المستطاع ان انا احاول ان انا اتعامل او ان انا ارفع لنا ناس بحاول باكتهد يعني بس كنت حاصل ان انا انا يعني ايه كنت حاصل انا ادعيها وبخاف اتعامل مع الناس او بتجنب ان انا اتعامل مع الناس بعدين انا شفت حضرتك يعني او بالصدفة وتبعتك وبعدين احاست ان انت هتقدر اتعامل من اندي افضل ويدفع من اا اا الشرح والشغل مختلف تماما انا سواء السكول او الكوليش بتدريسي هنا في الكمالي كوليج لغة انجليزية مش كده? او دخلت في اكتر من كلاس اا 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 كوميونيكيشن ودخلت في فترة تصيف حاجات اونلاين طبعهم برضو وجبهوني لها بس يعني حاصلت ان انا برضو مش مستفدة كتير. مستفدتيش كتير? لكن انا بقى اندامكتي مع المجتمع الامريكي? مستفدتش. بقيت افهم في حاجات انا مش فهمها اللي هي الحروف اللي هي بتبقى مستقطعة من الكلمة دي انا بالنسبة لي يعني مش فهم هو بيقولي. محاضرة معاك اول محاضرة حاسات ايه ده? يعني ده انا كنت بس مع ده بس مكش فهم ان ده ترجمت وكده. معطي. لأ في حاجات انا بدأت افهم. بدأت حتى انا مجي اروح احضر في الكلاس بتاعي. بقيت اقرب نفس الطريقة اللي حضرتك بتقولي عليها. وده حصل معي حتى يوم من الاربع الامبارح. وقريت براكرافك كبير جدا. مطلعتش مني ولا كلمة كانت غلطة. تمام. حصل معاك مثلا مواقف معينة في امريكا كده? حاصلت اللي انا بديه هنا ده استفدت كتير جدا من اقامتك داخل امريكا? سهلك حاجات كتير. اه انا عندي طفل ست سنين ففي المدرسة بيرجع انا مش فهمة اه اذكر له زي. وهو استعابه كان اسرع مني في طريقة وهو بينطق. يعني لما يقولي كلمة. اه. فانا حسيني فيه مفيش بالا مني. فده باقيقني. فكني لازم ان انا اشتغل على نفسي وانا انا عشان اعرف اتعاني المعرفة. طبعا. حسيني انتبقى لك ابديه هنا مسلا ان مدام بتدرس معايا هنا في هذا الكورس. تقريبا دخلت على شهر اه مع حضرتك. الشهر ده فرق معاك كتير جدا. في جدا. في معلومات وطبعا سهلك حاجات كتير في الدراسة اللي انت بتدرسيها في الجامعة هنا في امريكا مش كده? اه طبعا. بعض يعني في بعض بيبقى علينا تجمع يعني دي كلمة هي بتبقى علينا في امريكا. وده استوعب اني مش شرط ان الكلمة تترجم بنفس المعنى الحرف اللي احنا بتحليم نديه في مصر. لا ليها معاني تانية. تمام. تمام. اشكرك طبعا مدام كاترين. وان شاء الله بازل الله بقى لها اشعر في هذا الكورس. ان شاء الله نطلع منها مستوى في اندماج عندها في المجتمع الامريكي وطبعا ابنها وده اما حاجة هي مامي فمعها ابن فالولد مفيش فجوة بينها وبينه. ده مهم جدا في تعليم في امريكا بالنسبة لمهاجرين الجدد ان مفيش فجوة بينها وبين ابنها فهما اللي بيحصل ايه في امريكا وطبعا بالنسبة للجوابات اللي بتيجي من المدرسة للبيت فبطيئة في اندماج وده مهم جدا ده جزء كبير جدا من هذا الكورس. اندماج المهاجرين في المجتمع الامريكي. اشكرك يا مدام وبالتوفيق الدائم وبالنجاح الدائم. اشكرك مدام كاترين. اشكرك. شكرا دكتور. ومن مدام كاترين من امريكا انتقل الى برضو امريكا مدام غادة. اهلا بيك مدام غادة. اهلا بيك مدام. اهلا بيك مدام. قوليني بقى كده اللي حصل لك مدام انت عاملة شغل رائع. تفضل يا مدام. مدام غادة. تفضل لي. انا باكتسار اهلا تشهد بس بالكورس يعني مو كتير. بس صرت اعارف اتكلم انجليزي مع الناس. وصرت افهم كتير مني. نعم. وحد اسمعي نقلة كتير كبيرة. اهلا. يعني كنت بالاول ما اعرف انه انا احتمال العالم. ما اعرف اعمل اي معاملة. اي لي مثلا انا اروح صيدلية. اروح دكتور. اعمل تريفون. فهذا الوضع كان مستحيل. اهلا حاليا بترف الموضوع معي كتير. صرت انا اللي بعمل كل شيء بايبي يعني. بنافسك. صرت ارفض انه اه ارفض انه حدا ايجي معي. خلص. صرت عارفي حالي اني انا بقدر اقلص حالي كتير اني صار عندي ثقة قوية كتير بالنفس. يعني صرت ادخل على اي حدا وفعلا الاقيهم قامل. يعني انا نفسي مش مصدق هذا التغيير اللي صاد. اه اه الكورس الكلمات اللي فيه اه هي اللي بتستخدم الشارع الامريكي. نعم. الـ idioms اتفاجأت انه كتير العالم عم تستخدمها يعني صرت عم بفهم هما شو بيحكوا. يعني اختلف الموضوع معي الف درجة. صراحة كم الاخلاص اللي في الكورس والعطاء اللي حضرتك تعطينا ياه والمجهود غير عادي. اه الدراسة اللي بندرسها فعلا انه يعني لا تقل عن خمستاشر ساعة بالاسبوع بالمرة. اه لانه احنا حنستفاد. يعني انا بالنسبة لي كتير استفادت. صراحة اه عملة فرق وانا لسه بعتبر نفسي مبتلئة. يعني ثلاثة شهور. بربالك الأجام يعني انا كتير مبسوطة ويعطيك ألف عافية. تمام وانا مبسوط منك بشراحة. يعني انت مبسوطة وانا مبسوط منك من شغلك بربو عليكي. انت بتاخدي معايا كم يوم يا مدام بتاخدي معايا كم كورس هنا. انا باخد معاك ثلاثة يام في الاسبوع يومين الجنرال انجليش ويوم الترجمة القانونية. طبعا اني ما بيعرف ترجمة القانونية رائعة. يعني احنا بنحكي عن جنرال انجليش بس الارواع ترجمة القانونية شيء رائع جدا. الحلو بصراحة انه انت عم بتدلنا الطريق في امريكا. يعني بتقولنا مثلا انه هذا غلط هذا حيدخلك في منحة تانية. لا اعملي هذا الصح. يعني انت بالنسبة لي موجه شخص كتير رئيسي بصراحة صرت بحياتي والكورسات انا بستناها. يعني من وقت للتاني حتى الكل اللي حوالي تكونوا فرحانين اني انا عم بحضر هذا الكورس لانه انا ريحتهم. انا كنت قبل ما ارد التليفون. اعتمد عليهم. اعتمد على اولادك. اعتمدوا تردوا. هلأ لا انا ريحتهم حتى هما يعني منصبين. الحمد لله. يا تك الف عافية. ربنا يخليك شرفتيني مادام غادة اهلا بيك نموذج رائع. مادام غادة من الوقت المتحدة الامريكية. انتقل من مادام غادة. معايا بقى الشاب الجميل دوت وبردو عندنا هنا من امريكا. سامر. سامر عمل شغلي حلوة اوة 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 اوة. تفضل يا سيد سامر. أهلا بيك سامر بقى له معايا فترة نصف مع دلوقتي. تفضل يا سامر. ربنا حليق اعطيك الصحة البروفيسور. الي تقريبا معك عشر شهور. نعم نعم. معاك. فارقت كثير بصراحة عشر شهور معي. زي معا كل الشباب بشكل عام هي بتفرق معك بسدوب الحياة معك بتعامل مع الناس. كان في عيني مكثير فعلياً ما قلتش واحد ما يعرفه وعم بحكي معاك لكن هالسلاة بتعمل بسيدلية بتعمل مع الناس حتى بالمقابلات أنا حتى لغاية الفترة الماضية القريبة فنت مع الدراسة وشغلات الثانية بعمل مقابلات ففي ناس استغربت انه إلي عسى بصراحة إلي سنة سنة ونص يعني الموجودة في أمريكا أمريكا آه بالزبط أنا على مستوى مثال بسيط جاء واحد بس يصلح في البيت شغله فهو أمريكي فبكلي انت علك سنة ونص قال لي انت اسدغت آه والله فهذا اللي سهر معي قبل فترة فالكورس غني قد ما تأخذ لسه فيه معلومات دائما كل محاضرة فيها تجديد من الـ ADM للـ vocab لمعاني كثير تمام موجود من تخلطة عن قانون وبشغلات ثانية فانت عم بعرفك انت فعليا انت ون ورايه جانب أهمش الثقة بالنفس اللي انت بتجراحها بالشخص لانك انت تتكلم ما تهبش أي حدا يعني جميل 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 سامر من الولايات المتحدة الأمريكية انتقل طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية الى المملكة العربية السعودية معايا المستشار أحمد شادي عامل شغل رائع جدا وهو مشار قانوني داخل المملكة العربية السعودية أهلا بيك يا مستشار أحمد أهلا بحضرتك يا دكتور وأهلا بكل الزملاء طبعا أنا بالي مع حضرتك تقريبا أربع شهور أو خمس شهور نعم والحقيقة زي ما قال له سيد سامر يعني أنا بأكد على الكلام اللي قاله أهم حاجة تعلمناها من حضرتك السقة بالنفس الحقيقة نعم الأهم حاجة في تعلم اللغة الإنجليزية آآ قبل ماجي الكورس عند حضرتك الحقيقة ما كانش عندي سيقب نفسي تماما وحتى لو كنت مثلا عندي خلفية آآ صغيرة يعني في الإنجليش بس ما كانش عندي المقدرة أن أنا يعني أعمل مع آآ سواء أعرب أو أجانب بيجيدوا اللغة الإنجليزية نعم كنت أحمن عندي 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 الخوف ده من التواصل سواء في المؤابلات الشخصية أو سواء في آآ على التليفون يعني أو التواصل حتى وكنت دايما بتجنب التواصل المباشر وحاول أن أنا أتواصل معهم عبر الإيميل أو الواتس أب أو كده آآ لكن الحقيقة تمام بعد الكورس مع حضرتك الحقيقة أصبح عندي يعني آآ ثقة بالنفس كبيرة جدا نعم وبدأت تمام أنقل الموضوع تمام أن أنا أقابلهم تمام عندي في المكتب أو يعني آآ أتواصل معهم بالتليفون وفهم منهم الموضوع فالحقيقة أنا بشكر حضرتك جدا 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 آآ أن أنا يعني تعلمت من حضرتك كتير على مدار الشهور اللي فاتت آآ آآ سواء المشطلحات اللي حضرتك بتدها لنا أو الفكاب أو كل الحاجات دي بنداقيها الحقيقة يعني أنا بلاقيها في الواقع العملي موجودة جدا 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 رغم أن أنا مش في آآ في أمريكا وأوروبا آآ لكن آآ يعني لقيت لقيت صدى الكلام ده موجود عندي تمام في المملكة العربية السعودية وما بين المتحدثين باللغة الإنجليزية يعني سواء آآ كانوا أجانب أو سواء كانوا عرب نعم فأنا بأكد يعني وبشكر حضرتك مرة ثانية لأن الحقيقة السقة بالنفسي دي أهم حاجة أهم حاجة في تعلم أي لغة طبعا آآ ودي طبعا بتكتسب مع الوقت وبتكتسب مع الدراسة يعني ما عنديش حاجة يعني أقولها غير أن أنا أشكر حضرتك في الجانب ده وبأكد لأن يعني السقة الحقيقة أهم حاجة أهم حاجة يعني حتى لو الواحد آآ الكدرات بتاعته أو آآ خبراته آآ مش كبيرة لكن مجرد أن هو ياخد السقة بالنفس الحقيقة دي بتفتح له أبواب كتير جدا آآ في يعني في تعلم اللغة الإنجليزية وفي التواصل مع العرب أو الأجانب اللي موجودين وأنا يعني مهما مهما قلت يعني مش مش هادر أوفي حضرتك حقك في الجانب ده الحقيقي أشكرك 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 للمشتر أحمد شادي من مبلاقة العربية السعودية عمل شغل جميل جدا نموذج مشرف ومشتر أحمد شادي إن شاء الله نطلطك بإذن الله دايماً يا دكتور ونتعلم من حضرتك بإذن الله أشكرك 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 مشتر أحمد شادي ضمن الفريق اللي معايا نموذج صادق وأمين جدا 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 نموذج ممتاز 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 من برضو مملكة العربية السعودية معايا نموذج أنا أقدمه وهو الدكتور محمد الدكتور محمد حصل على الدكتوراه في القانون من فرنسا وهو لغة لغة فرنسية وأيضاً حصل على الأستاذية من فرنسا وهو محاضر جامعي بإحدى الجامعات بين مملكة العربية السعودية وهو مدرس للقانون في إحدى الجامعات بين مملكة العربية السعودية أهلا بك يا دكتور محمد أهلا يا دكتور إزاي حظبتك دكتور محمد أنت بقى لك معايا كم كورس دكتور محمد حظبتك من جولاي يعني تقريبا بقى أربعة شهور وأنا في الحقيقة حدثت مشكلة كان الفرنسي عندي هي الفرنش نعم وعشت في فرنسا فترة بيرة جدا فما كنتش خالص بمارس الإنجليش خالص نعم الحقيقة أنا عرفت حكما عن طريق الفيديوز اللي على انستجرام وشدتني جدا ما حد بقى لك أربعة شهورة هوت بس عندي حاجات كتيرة اتغيرت طبعا يعني هتكلم على أكتر من حاجة الحاجة رأوني على مستوى اللغة بنتعلم من الاجيومز الحاجة بتديها لنا من الفكاب بنركز على الليسنينج سكيلز من الفيديوز الحاجة بتديها لنا من السبيكينج سكيلز الحاجات دي كلها طبعا فرقت معايا يعني في البداية كنت بخلط الإنجليش بالفرنش أو كنت بكلم الإنجليش بالطريقة الفرنسوين بيتكلموا بيها يعني طبعا دلوقتي فرق جدا في النطق وفي التعامل والحاجات دي اديه حاجة في حاجة تانية شخصية بالنسبة لي أنا بقى لك يا أستاذ جامعي الميثي دوليش بتاعتك حضرتك في التدريس دي الحقيقة أنا طبقتها مع الطلبة عندي وجالي فيدباك جميل جدا 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 طريقة الشرح إن احنا نشغل فيديوز دي بقيت عملها في المحاضرات عندي واطلب تعليق الطلبة عليها إن أنا أدي لهم الترميلولوجي أنا بقى لها السايبر كرايم إن أنا أدي لهم الترميلولوجي طبعا العلم ده كله أساس في أمريكا فبقيت أدي لهم الترميلولوجي بالإنجليش وبالعاربي وبطلب منهم إن هم يكتبوه ده طبعا حاجة عيبتهم جدا 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 فالموضوع بصراحة فرق معي قوي يعني يعني دي لسه لسه إحنا وقالنا أربع شهور يعني إن شاء الله نحكم نكتر من كده بإذن الله وناخد الكورس الليجل برضو الموضوع هيفئ جامد تمام جميل الدكتور محمد عمل شغل معي جميل جدا وإن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح وهو محاضر أستاذ جامعي بالمملكة العربية السعودية وأيضا من المملكة العربية السعودية أنتقل إلى الدكتور محمد غانم وهو أيضا هيعرفنا بنفسه وهو طبعا أنا أقدمه حاصل على الدكتوراه من سويسرا هنشوف كده الدكتور محمد غانم عامل معي شغل جميل جدا ومكتهد جدا ونصد جدا محب للتعليم وعنده شغل قوي للتعليم أهلا بك يا دكتور محمد أهلا يا دكتور صباح الخير إزاي حضرتك زي كل مرة حابب أشكر حضرتك كم مش هطول على حضرتك في الفيدباك بتاعي بس هو بأمانة أنا حابب أتكلم في نقطتين سريعتين أول نقطة إن أنا شغلي في البزنس في المجال الطبي الميديكال إكويبمنت أنا ريجونال بزنس يونت مانجر في الشركة اللي أنا فيها فتعاملي كله الشغلي كله أغلبه حضرتك تقول عليه مع الشركات برا فشغلي أغلبه مع الناتف سبيكر سواء أوروبيين أو أمريكان كناديين كلهم ناتف فبصراحة كانت دي مشكلة عندي شوية بما إن أنا خريج من مصر ودارس في مصر وستيل عايش في الوطن العربي فاللغة كانت بتسلنا مشكلة وخصوصا تحسها أكتر لما بتيجي تتعامل مع الناتف لأن الناس دي بتتكلم اللغة بشكل كبير جدا هو دايما بيبقى حابب اللي قدامه يفهمه وبالذات في مجال البيزنس لو بتيجي تدي حضرتك بريزنتيشن ليهم برا عن الشركة بتاعتك بتتكلم عن البيزنس بشكل عام في البلد بتتكلم عن القدرات اللي انت هتقدر تعملها لهم كشركة هيبقى في بارتنرشيب معاهم فكانت دي مشكلة كبيرة أنا بقالي مع حضرتك شهرين تقريبا أو ثلاث شهور بأمانة يعني أنا بدأت أحس لا أنا نفسي الثقة مختلفة تماما في التعامل مع الناس دي الناس دي بدأ يباني الرفليكت بقى يعني أنا بقيت بعمل البيزنتيشن معاهم بقوا هم بحس إنه هو قاعد عايز يسمع هو حابب يسمع انت بتقول مشدود لك مشدود لأن أنا قلت لحضرتك اللي أنا بدأت أستخدم كمان تكنيك ممتاز حضرتك علمته لنا إن لما بتيجي تتكلم مع حد وحابب اللي انت تبين له اللي انت حد مش أي كلام اللي انت حد بتتكلم معاه رأس برأس أو زيك زيه بتفاهمه اللي انت حد متعلم اللي هو تكنيك اللي انت بتستخدم بعض الكوتيشنز مثلا الناس المثقفين في العالم حضرتك علمتنا التكنيك ده اكتشفت إن الناس دي بتبهر هم كانت بيبصو لك إيه ده انت تعلمت ده فيه ايه الكلام ده ايه اللي انت بتقوله ده يعد خلاص كله بيعد ساكت محدش بيتكلم أصلا بيعد عايز يسمع عايز يسمع انت بتقول ايه كمان ده بأمانة يعني في الشهر اللي فات ده بالزرعات مش عايزة أقول لحضراتك خلص صفقة خلص صفقة اللي انت قادم خلص صفقة يشوفوا ده لنك خلصت صفقة عشان انت قادر تتكلم مع الناس كويس اكيد كده يعني ترفع من شأنك اثر على شغلك وكمان الاحترام ده والتقدير ده بيبان في الإيميلات الرسمية بشكل كبير نعم آخر إيميل جايلي من حد اعتقد هو في في الهولندا بيقول لي كالعادة حضرتك بتبهرنا اللي انت انت بتكتب إيميلات بشكل مفصل جدا فاحنا بنشكرك يعني انا بصراحة كنت مبسوط جدا وكل ده يرجع الفضل البعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع لحضرتك بصراحة النقطة التانية النقطة التانية ان حضرتك بصراحة اللي انت بتديه حضرتك المحاضرة بتاعتك انا كراجل حصل على دكتوراه المحاضرة بتاعتك تقيلة جدا تقيلة قوي نعم يعني زي تقيلة تقيلة لغويا يعني عايزة فعلا ما لا يقل عن عشرة وانت طال عشر ساعات مذاكرة وانت طال محاضرة واحدة وده استحالة تشوفه في اي كورسز ده ممكن تشوفه في دراسات عليا ناس بتاخد دكتوراه يعود بقى يذاكر بالعشر ساعات في اليوم لكن في كورس لغة ما اعتقدش ان حد بيقدم اللي حضرتك بتديه فانا بشكرك حضرتك ويا رب يديمك نعمة علينا يا دكتور اشكرك دكتور محمد انت خدت كورسات قبل كده في اي مسلا مكان في العالم قبل مجيلي مثلا خدت كورسات لغوية انجليزية بضع خدت في الجامعة الامريكية في مصر خدت حوالي سنة ونص في الجامعة الامريكية في مصر ومعايا اشهدات بدا كزا يعني هم مقسمينها نعم بس ما فيشه اي وجه مقارنة دكتور ما فيش اي وجه مقارنة يعني الدراسة كانت عبارة عن مادة بيديها وخلاص يعني هو انت اهم حاجة عنده تخش امتحان بتحاول تنجح في الامتحان بتاع الليفل وخلاص مش لغة مش لغة الحضراتك بتغطي بتغطي مساحات كبيرة قوي من اللغة الانجليزية دو حضراتك محاضراتك بتغطي مساحات كبيرة قوي listening speaking American language American slang حضراتك دخلتنا ساعات في الإبونيك اللي هو لغات بتاعة جاليات معينة يعني ما فيش حد بيدي الكلام ده دكتور ما فيش نووي ما اعتقدش ما فيش حد بيدي الكلام أشكرك طبعا دكتور محمد غانم من المملكة العربية السعودية نموذة جميل جدا حاصل على الدكتوراه من سويسرا هنتقل هرجع للسعودية تاني هنتقل طبعا الى مادام غاذا من الأردن ثم هرجع تاني المملكة العربية السعودية مادام غاذا من الأردن أهلا بك يا مادام صباح الخير صباح الخير يا مادام اتفضلي حضرتك تبع لي كده ايه بتدرسي معايا مادام غاذا أنا صار لي تقريبا هم الأسبوع التامن تمام وليلي بقى كده يعني ماذا الاستفادة من هذا الكورس في حياتك يا مادام اتفضلي انا بالنسبة لي يعني كنت من زمان قاعد بدور على كورس ادرس انجليزي واتعلم اللغة الانجليزية سجلت معاهد تقريبا توتنهم ثمان شهور بس كلية نفس الاشي في سلباز في كتاب بعطوك هي فبتدرس وتقدم التحان وإنف حتى آخر فترة دورت على دورات كونفرزيشن كان محادثا فروحت على مركز فكانوا يعطونا مواضيع بقولنا هيا الموضوع هذا ابحثوا عنه فرضا هاي مع كل تليفون وابحثوا عنه فرضا نصف ساعة زمان من ناقش فيه فما حسرت انه فيه بني فتل انا بدي اياها حتى مرة صحيح لي شغل في مدارس الجالي الامريكية ووحت حتى عامل برزنتاشا عن نفسي التخمن يعني ثقة بالنفس كانت معدومة يعني حتى واحد منهم كان بعرفني فبقولي يعني انت فترة من الفترات وحتي على امريكا يعني رفت على امريكا ثلاث شهوة على كليفورنيا كالني نازل على ما طلعتش من داخل عمان او بلاد العربية اللي انها بكل ياتها مليانة بلاد عربية فبالتالي يعني انا صدمت يعني قبل سفوعين ثلاثة اسابيع عملت بار تايم بمدارس الجالي الامريكية صرت احكي مع الطلاب اللي بيجوا على الهلثي كلينيك بثير بسلك حتى المسؤولة هناك يعني بتقولي بالنسبة لها يعني انا يعني انا يعني انها واثقة مني يعني حتى انا ما افقد الا حتى ارجع لها ويكون تبعي صح نعم جميل جميل فاذا الكورس دا استفدت منه كتير يا مدام جادة الحمد لله رب العالمين واللي حواليك في العمل لحظه ان فيه اختلاف ما كنتش كده انا بالنسبة لي لا انا بقلت لا احكيلك اول اول سواعين بس كنا كنت اقرأ فانا التخمت ما عندش تقابل نفسي وخايفة حتى من كتر ما انت شدات علي وبهدلتني كنت بدي اسحب حالي واروه ما اكمل بالكورس من كترسفل صراحة من كترسفل يعني اول فترة بالاسابيع كنت المحاضرة بس دي اسجل فيها اسجل المحاضرة ابعثها اقعد تقريبا خمس ساعات حتى ايش تزبط معي بالقراءة تزبط معي بالتسجيل ان هذا صحيح ان هذا عجبني ولا لا تمام تمام هو ده برافو عليك يعمل شغل كويس مكتهدة جدا فرق المستوى معها لازم اللغة لازم الناس اللي حواليك في مجال عملك يبصوا في اختلاف في حاجة اسمها قبل الكورس قبل المستوى اللي انت بتاخده وبعدين الناس اللي حواليك بتبص في اختلاف وده اللي حصل لمدام غادة من الاردن رجوعا الى اشكرك طبعا يا مدام كل الاحترام ليكي من الاردن انتقل الى المملكة العربية السعودية معايا وهو طبعا احمد راشد بقال له معايا فترة كبيرة اهلا بيك سيد احمد احمد راشد السعودية انا سهلا بروفزار قولك كده يا سيد احمد كده اللي حصل لك بقى والاختلاف اللي حصل في حياتك كده تفضل احمد راشد طبعا معايا من مستوى المستوى تفضل يا سيد احمد اه طبعا سيد البروفيسور انا معك تقريبا من اه اوالي سنة اه دلوقتي طبعا الكورس فرق معايا كتير جدا في موضوع الفوكاب والامريكان اسلان الفوكاب بيخلي الليسننج بقى عالي جدا الاول انا كان بالنسبة للليسننج موضوع çıkخ به لكن طبعا الحمدالله حاليا المarc pacing gained ممتاز وذلك طبعا بفضل الفكاب اللي احنا بالاخذه على محاضرات طبعا المحاضرة تبقى 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 جدا 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 يعني محتاجة وقت رحيل المزاكرة بصراحة مستوى المحاضرة ايباب الكبير جدا يعني بصراحة المحاضرات steak التي حتاجة وقت كثير من من المزاكرة وبعيداً كمان عن اللغة أنا بالنسبة للكورس التي حضرتك بأشياء مهم جداً بالنسبة لي كلغة وكثقة بالنفس زمانات تفضلهم وك يعني بديك بديك نجد خلي الويد كله الويد كله بالنسبة لي كويس يعني لدرجة أن مثلاً لو أنا في أسباب مثلاً المحاضرات والمحاضرة أو مثلاً ما كانش فيه محاضرة صدقني لأسبابهم ما ببقاش ألطف حاجة فالحمد لله يعني انتعرف حتى بنحاول نسخها بادري جداً هنا عشان نحن نحترم المحاضرة وكذا وبالضو بنحاول على ده من نظر نحن دايماً أن يكون موجودين محركة لأنه صراحة ده يعني دافلنا كتير جداً جداً حتى في اللغة وحتى على المستوى الشخصي وعلى المستوى العمل كمان فالحمد لله فرقتل معي جداً جداً أشكرك أشكرك طبعاً السيد أحمد راشد من المملكة العربية السعودية عمل شغل كويس جداً بقاله معايا سنة بيدرس معايا فيه كورسات أنتقل من المملكة العربية السعودية أخش على مصر الحبيبة ومصر الحبيبة لما نقول مصر فهنقدم دلوقتي الدكتور مصطفى ومدام إيمان وهي زوجته ودول بقى معايا جداد فأنا عايز أعرف بقى الكورس ده هم استفادوا فيه إيه الدكتور مصطفى هناخد طبعاً الأول طبعاً دكتور مصطفى ثم مدام إيمان اللي هي زوجته هتتكلم برضو عن مدى الاستفادة من هذا الكورس إن كان في حاجة حصلت مثلاً في الشغلة عندك فيه مثلاً أنا عارف طبعاً طبيعة الشغلة عندك فنسمع كده دكتور مصطفى من مصر الحبيبة طبعاً طيب دكتور كرام حقيقة يعني أنا بشقى حضرت جداً على كل المجهود الكبير اللي حضرت بتبزله معنا في المحاضرات وزي ما الأساب زلعفاضل قالوا إن المحاضرات تحت حضرت فعلاً تقييد أو للأسف الواحد ما بيقدرش يخلص مذاكرتها في الوقت المحدد ليه أنا واحد من الناس شغلي بشتغل في المانتل هيلث وفي الاسباشل نيز مع الأطفال الاسباشل نيز علاقتي باللغة الإنجليزية علاقة حد عادي خالص في التعليم تعليم مستوسن زي ما حدقك بتسمي الموضوع في الفيديوهات بتاعت حضرتك وأنا ما أخدتش قويصات لغة إنجليزية متخصصة لأني طول عميم حقيقي مش بحب الإنجليز نعم وعلاقتي باللغة الإنجليزية علاقة الدراسة والشغلة والدكتوراه بتاعتي كمان شغلها كله كان بالإنجليش فعلاقتي ما بينها من طرف واحد محيط الشغل بتاعي في اللغة الإنجليزية بيبقى كله إيميلات وكتبات فبتبقى الدنيا مقدور عليها ما فيش مشكلة ما بلاقيش مشكلة يعني أوكي لكن المعاملات وزي ما قلت لحضرتك كده في اللقاء الأول اللي كنا التقيت بيه مع حضرتك في بداية التعلم في فالس وإن أنا تواصلت مع حضرتك عشان أخد الكورس وأدخل في الجروبس مع حضرتك لكن أنا عايز أنتقل يعني أنا بفكر أن أنا عايز أنتقل من الزون اللي أنا فيها في الشغل للزون الانترناشنال نعم ودي الحتة اللي نقصاني والجزء دوت مش هيكمل غير بالإنجليش وأن يكون الإنجليش قوي 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 زي ما حضرتك بتدينا كده فوكاب مختلف عن الام والإز و الار اللي بيتاخده بشكل عام في كل حتة وأنا عرفت ده برضو مهم مش بقلل منها ولا حاجة لكن هي ده علاقتنا بالإنجليش العادي بتاعنا في الدول العضية أو في تعليمنا فدي كانت نقطة مهمة جدا فرق معايا خلال الست محاضرات اللي فاتوا حقيقي بدأت أحس شوية أن أنا مقبل على اللغة الإنجليزية مقبل على التعاولات باللغة الإنجليزية الفيديوز اللي ممكن مثلا وأنا بسكرول كده الفيسبوك أو أي حاجة وبتقابلني لا بقف عندها حتى إيمان برضو كانت بتقولي كده من كم يوم كده كانت دخلت لقيتني مشغل حاجة فيديو كده ريليز إنجليش فبتقول لي بقيت خلاص أي فيديو إنجليزي بتشغالها فده إقبالي على اللغة الإنجليزية ده أول علامة أنا شايفها حقيقية فرقة معي في المحاضرات مع حضرتك طبعا الليسنينج برضو اختلف شوية كتير قوي يعني بنسبة نسبة ممكن نقول مثلا 20% بقيت أقدر أعمل للكلمات نعم وأقدر أعمل لها يعني الإغلاق السامعي يعني حاجة في التخصص بالنسبة نعم فده إن أنا أكون أوكي تماما لكن الموضوع عندي شوية مختلف هو بس الصعوبة حقيقة الصعوبة اختلف من ست محاضرات يعني مثلا ست محاضرات بس إنت لسه آه آه اختلف من ست محاضرات وده منطقي لأن فعلا فعلا الدكتور أنيس المحاضرات بتاعتك فعلا تقيم وفعلا فيها حاجة فيها مضمون حقيقي فيها فيها فكاب عالي قوي وكتير قوي ومصطلحات يومية من الحياة يعني لازم هتستخدمها في الحياة لازم مش مصطلحات اكاديمية في كتب ومراجع فبالتالي مش هتستخدمها غير لما تتحط في مواقف اكاديمية فقط رابع الليسنينج قري جدا 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 وأن حداك بنشرح بعد كده المحادسة فخلاص بتهدمها أكتر فلا مختلف هذا مختلف الطريقة بتاعت حداك وأنا علشان برضو بحب التعليم والتدريس نعم وبرضو جزء من خبرة شغلي في الشغل للعمل بتاعي أني بدي محادرات في التدريبات وكورسات لل لل سواء اللي بيشتغلوا مع الأطفال أو للسيكولوجيست فعندي المهارات والسكيلز بتاعت إلقاء المحادرات وكده زي ما دكتور محمد قال أن المسيطال اللي جي بتاعت حضرتك في التدريس فيها اختلاف فينفع جدا أي حد بيحب التدريس وعنده وبتحط في مواقف للتعليم أو التدريس أو إلقاء المحادرات لو أخدها المحادرات اللي بيديها نجحة جدا فيها تاتش كده فيها تاتش كرم أنيس فيها تاتش كرم أنيس آية بزبط بزبط كده فيها تاتش كرم أنيس بزبط برافو برافو طبعا هي الزوجة تضالي يا مدام إيمان تضالي حضرتك أولا نحط بشكر حضرتك يا دكتور بشكرك أنا هتكلم على حاجة ليه علاقة بالسلف أنا يعني كنت بتعامل مع سواء ناتب أو مع نصريين إحنا بحكم طبيعة شغلي معظم الوقت من بنعمل على شغلينا سواء يعني باستخدام التقارير أو الإيميليات فده أنت تستخدمه بشكل يوم من الاختلاف في الست محضرات أنا كأيمان أنا بقيس بتاعتين يعني أنا من أسبوعين أو الأسبوع اللي فات كان عندنا مقابلة مع الناتف سبيكر حواء ثلاث أشخاص على اختلاف الأيام ف اللي حسيته جواي أن أنا بتكلم بغض النظر هو أنا ممكن الكلمة دي ممكن مش حضرة في ذهني بس هعرف في الكل وهي دي ليها علاقه بالسلف مش فكرة التقطيع والحاجات دي شوية بقيت هي أنا بقسها هو ممكن ما يكونش أنا حصل لي طفرة كبيرة في الذكاب أنا فيه طبعا كم كبير من الكلمات إحنا خدناها والمصطلحات والإيديمز كم كبير قوي بس ممكن جوه الوضع بتاع الشغل شوية ممكن يكون أنا بستخدم كلمات أنا بستخدمها بشكل مستمر لأنها بتريبورت على شغلي بس أنا حسيت إن فيه فيه سامسنج مختلف وأنا عادت فكر هو إيه اللي حصل أنا حطيته إنه هو سلف كونفت أنا حسى إنه معايا معلومة قوية أنا هعرف أعمله وهعرف أقدي اللي أنا عايزة وده حصل يعني ده أنا لمسته أنا مش مش بضخم حين فعلا أنا لمسته لإني أنا عشته قبل كده مرات كتيرة وكنت ببقى دخلة الحاجات دي كده متوترة متوترة بشوية عالية فإن هو يحصل التوتر ده بس هو يديني دافع إن أنا أتكلم وأدي التاسك بشكل كويس هو ده اللي أنا كنت بس عالي الحاجة التانية إن بقيت أستخدم الحاجات اللي إحنا بناخدها حتى مع مع تيم يعني بستخدمها وأقول أخذوا بالكوا إحنا أنا تعلمت حاجة معينة فممكن تاخدوا بالكوا منها وأن أنت تعمل لها تنفيذ جوه الحاجات اليومية اللي أنت بتعملها هتكلم بقى حاجة خالص مع ابني يعني هو ابني في فهو بياخد فأنا كنت بذكر له فلقيت نفسي بقول نفس اللي حضرتك بتقوله مع ابني لا أخذت لك آه فده أنا اتبسطت جدا يعني حتى بعيدا عن الشغل وبعيدا عن السكيلز اللي ليه علاقة بالشغل أنا جوه البيت الموضوع معايا بقى بقى مختلف مع ولادي فبقيت أقول لهم النطق الصح حتى لو أسمعها غلط فأنا بفوكس على النطق الصح عشان يعني يقدر يقدر يتعلمه صح من الأول ما يعنيش المعاناة اللي إحنا بنعنيه شغفي على المذاكرة يعني أنا من بارح لغاية الساعة تناشر بالليل أو تناشر ونص وأنا عارفة أن الوقت تتغير يعني مثلا ممكن أنا ماربع ساعات بس الآن هخلص التسكيل اللي علي ولازم أعمله إني حصل أن ليه مردود أن أنا قاعد أعمل وأسجل وأمسح وأمسح لغاية موصل لأحصى درجة ممكنة دلوقتي فهو ده بالنسبة لي يعني شغف من نوع مختلف وطبعا أقول لحقيقة إن ده اختلف تماما عن كل الكورسات اللي أنا أخدتها أنا أخدت في الجامعة الأمريكية زي ما الدكتور كان بيقول نعم ما حصلش البروجريس اللي أنا كنت منتظره بصراحة عادي مثلا دكتور محمد مثلا قاعد يناك حوالي فترة كبيرة عادي برضو فترة كبيرة أنا تقريبا خدت لكن في مكان تاني برضو متمد ومعروف جدا في مصر هنا أنا خلصت لغاية يعني خلصت الانجليش جينيرال انجليش ودخلت على الكونفرسيشن وخلصت واتش أن بعد كده طب إيه يعني أنا عشان مثلا في طبيعة شغلي الأولينية كنتش بستخدم اللغة فشهرين ما أقدرش أعمل حاجة يعني ده مجهود سنين سنتين أو سنتين ونص أنا كنت في المكان التاني ومكان معتمد وكبير فحسيته لأ أنا ببتدي تاني في الجامعة الأمريكية يعني مش بس برضو مش ده الرزلت اللي أنا كنت مستنية ما حسيتش أن أنا فاد بشكل كبير قوي لكن ما حاجة خلال ست محاضرات أن أنا أقدر أقول أنه حصل لي واحد اتنين تلاتة I think بعد فترة شوية أطول هتلاقيه المردود شوية مختلف طريقة حضرتك مختلفة أنا عايز أورا حاجة بقى مصطفى يتكلم زحيك في البيان بيقلدني بيقلدني لا يا ماما بس يعني شكرا جدا لحضرتك والله ومجهود رائح عليك بتبذله أنا يعني بعد ما بنخلص وبقول الله يكون في عونك عشان يعني المحاضرة دسمة وبتبذل مجهود كبير وعايز تضمن أن كلنا نكون يعني بتدينا نفس الفرصة وكلنا نشارك وكلنا نغلط وكلنا نتعلم فده مجهود يعني مجهود رائح يعني نشكر حضرتك عليه أنا وأكيد وكل الزملاء وإن شاء الله نتقابل تاني بعد فترة يبقى زي ما مصطفى كان بيقول نعمل ده بالإنجليش يعني إن شاء الله إن شاء الله برافو عليك إمام برافو عليك من النجاح والتقدم ومن مصر الحبيبة هنتقل إلى الجامعة الكندية معايا أستاذة محاضرة من الجامعة الكندية هي طبعا شئية شوية وأنا بشد عليها شوية بس طبعا زي العسن هنتعرف عليها الوقتي وهي الدكتورة مارينا مدرسة ومحاضرة في الجامعة الكندية من داخل جمهورية مصر العربية تفضل يا أستاذة مارينا أهلا بك يا دكتورة أهلا بحضرتك يا دكتور اتشرفت بحضرتك طبعا وتشرفت بوجودتي وسط كل الزملاء دول يعني سعيدة اللي أنا معاك وسعيدة اللي أنا بوجودهم كلهم جميعا يعني بلا استثناء شخص يعني كل الزملاء قالوا حاجات كتيرة يعني أنا مش طبعا حديك تستاهل أكتر من كده بكتير ولو فعلا لو كل واحد فينا قاعد يتكلم هو مش هيوفي حضرتك حقك طبعا زي حاجة أساسية الحقيقة أنا خبرتي مع حضرتك بدأت من الصيف نعم وأنا زي دكتور أحمد أنا برضو أنا كانت اللغة الأولى بتاعتي اللغة الفرنسية نعم وليست اللغة الإنجليزية كانت اللغة الإنجليزية بالنسبالي اللغة التانية مش اللغة الأولى نعم بس برضو زي بقية الزملاء إحنا كان عندنا قصور في طريقة تعليم اللغة الإنجليزية قصور بمعنى طبعا أي حد بيتعلم لغة أولى هي اللي بتكون اللغة الدومينانت عنده هي اللغة الطغية عليه حتى في النطق حتى في طريقة التفكير في طريقة الكلام كده فكان مثلا كان فيه بعض الحاجات باللغة الإنجليزية كانت ممكن تتنتق زيها زي الفرنساوي وبعض المصطلحات كانت ممكن تتعمل الأول بالفرنساوي عشان بعد كده أنت تنتقها بالإنجليزي يعني نعم ده كان مشكلة بالنسبالي خصوصا زي ما حضرتك ذكرتي يعني أنا دكتورة جامعية فدراستي كلها والموايد بتاعتي اللي بحاضر فيها واللي بدرسها للطلبة كلها باللغة الإنجليزية فكان ده شوية يعملي مشكلة لأنا ساعة ممكن أقرأ الكلمة بدل ما أقرأها بالإنجليزي لأ تتقري بالفرنساوي بطريقة إنجليزي أي نعم كنت بأخدها بطريقة كوميديية وبشكل كوميدي مع الطلاب والحاجات دي لكن برضو يعني at the bottom of my heart يعني في أعماق قلبي كده لأ أنا عايزة I wanna study hard أنا عايزة أكمل في التعليم I have a passion about something and I wanna complete it كان عندي private tutor أنا مش هنكر الحاجة دي وبصراحة أنا قعدت معيها تقريبا أقل من 6 شهور بس الحقيقة بما إن حضرتك أكيد عارف وحضرتك أكيد دكتور ومدرس وتتعامل مع طلابك لما بيكون في علاقة شخصية بين المدرس وبين التلميذ خصوصا إحنا كنا الاتنين هي بتديني أنا بس ودي كانت مدرسة إنجليزية فنشأت بنا علاقة قوية جدا فيها كل الاحترام والتقدير لها وكانت برضو بتتبع نفس طريقة الميثوذولوجي بتاعت حضرتك إنها كانت بتعرفني حاجات كثيرة عن الثقافة البريطانية لكن تشاهل أقدار إنها تسيب مصر وتنتقل لبلدها تاني وتتقطع بيننا التواصل حاولت اللي أنا أدور في أكتر من مكان لكن للأسف كتعلمنا الشرقي وكتعليم الأوريانت الكولتر عندهم مشكلة زي ما حضرتك دايما بتشرح لنا الانفريوريتي كومبليكس عقدة الناس بس الحقيقة ده ما كانش يعني كل الحاجات اللي كانوا بيقولوا دي ما كانش مقتنع يعني أنا ما كنتش مقتنع بيها أصلا في الأساس يعني وكنت حاساً الكلام اللي بيقولوا ده مش صح لا you can be more better than even native speakers حتى يعني علشان كان الحد ما تشاهل أقدار وساط في حضرتك طبعاً دي نعمة ربنا دي ما كان نعمة في حياتنا جميعاً وحضرتك فعلاً عليت فينا جميعاً طريقة self-confidence you increase our self-confidence خلتنا إزاي نعرف how we can build our self-esteem حتى وإزاي خلتنا اللي إحنا نقدر اللي إحنا نوصلها لطلبنا دلوقتي أنا زي ما شاركت مع الزملاء الأسبوع اللي فات في إحدى المحاضرات بتاعت حضرتك اللي أنا دلوقتي بقيت أتكلم ست ساعات متواصلة باللغة الإنجليزية عند حضرتك وصلتني اللي أنا ممكن كنت بقاطع في طريقة كلامي لكن دلوقتي أنت خلتني اللي أنا أتكلم ست ساعات متواصلة باللغة الإنجليزية مع الولاد وأقدر حضرهم وكمان نقلت الثقة بالنفس اللي حضرتك بتدهلنا نقلتها ليهم وخلتهم عندهم passion اللي هما يقدروا يتعلموا اللي هما يقدروا يكملوا في تعلمهم واللي هما ما يفكروش نفسهم يعني اللي هما أقل من حد and don't belittle themselves حتى عشان حضرتك دايماً بتقول لنا if you gonna have passion you will master it if you're going to have passion you will master it if you're going to have passion you will master it دايماً الحاجة دايماً بتكون حضرة فينا فده اللي علمته كمان لطلابي لو أنت عندك passion عشان حاجة هتوصل لها حتى لو كانت بإمكانيات بسيطة لسه في الأول لكن هتوصل يعني هتوصل ما فيش حاجة اسمها مستحيل ما فيش حاجة اسمها أنت أقل من حد لا أنت تقدر تبقى تكون كمان أحسن من حد فكل الشكر والتقدير والإحترام والتحية لحضرتك شكراً ومرسيل حضرتك جداً على كل حاجة أنت بتعملها معنا وحقيقة طبعاً المحاضرات غنية عن التعريف المحاضرات دسمة بس أنت بتتبع مختلف الأساليب التعليمية والتدرسية علشان تقدر اللي أنت توصل بأقل واحد معنا في المستوى معنا في الزهلة لأحسن واحد يعني أنت بتاخد الضعيف بتخليه أقوى واحد وده حاجة حلوة جداً اللي أنت بتطلع مع كل واحد على حسب مستوى فشكراً جزيلاً لحضرتك وانت كمان بتعلمنا حياة انت حياة الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص خصوصاً يعني أنا اللي هي ظروف شخصية يعني يعني يهمني جداً أعرف الثقافة الأمريكية واعرف الحياة في أمريكا شكلها عامل إزاي وطريقة التفكير بتبقى عاملها شكلها عامل إزاي لأن طبعاً ده بيفرق كتير معي أنا شخصياً ولما انت علمتنا طريقة تعامل الناتف سبيكرز كمان إحنا عندنا في الجامعة عندنا مع الطلاب إنترناشنال سبيكرز من جرماني من نيجيريا من دفرق كتير ومثل منهم هم نيليب سبيكرز إنجليش نيليب سبيكرز يعني جرماني آهم ألمان بس لهم يعني قراريب قوي في اللغة الإنجليزية فأنت لازم تتكلم معهم لازم تعرف دمخهم شغالها عامل إزاي فشكراً جزيلاً لحالكي دكتور أشكرك طبعاً الدكتورة مارينا من الجامعة الكندية من داخل جمهورية مصر العربية وهي محاضرة في الجامعة الكندية ولها عدد كتير جداً من الطلاب داخل الجامعة برافو 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 سعيد بها جداً وعمل شغل معايا ممتاز جداً وهي طبعاً عندها شغف قوي جداً للتعليم برافو أشكركم جميعاً ودايماً كده شعرنا في هذا الكورس هو knowledge is power المعرفة قوة مزيد من النجاح والتقدم وإن شاء الله اللي جاي أحسن واللي جاي أجمل أشكركم وفي لقاء قريب جداً مع نفس المجموعة وهيكون المستوى أعلى شوية طبعاً كل ما الفترة بتزيد يعني بعد شهر هتلاقي الكلام اختلف هتلاقي المعلومات اختلفت شهرين هتلاقي المعلومات كترت أكتر كل ما الفترة تزيد هتلاقي كل المعلومات كترت بشكل حل شكوركم جميعاً ولقاء آخر مع كارامانيس أستاذ اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية شكراً لكم باي 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 شكراً لكم